قال أيمن الجامع الرئيس جهاز الكرب الإسماعيلي أن التعاون البناء مع أحمد حسام ميدو ينصب في مصلحة العامة للفريق خلال المرحلة المقبلة دون أدنى تعارض في الاختصاصات الموكلة إليه وأضاف أن أحمد حسام ميدو صاحب فكر فني مستنير ورجل شجاع وموافقته على تحمل المسئولية مباشرة قبل لقاء الإسماعيلي غدا مع الزمالك شيء يستحق التقدير عليه وأشار رئيس جهاز الكرب الإسماعيلي إلى أن هناك تقرير سلمه بين يدي أحمد حسام ميدو عن الفترة التي قاد خلالها الفريق فنيا للاسترشاد بها تتعلق باللاعبين الذين شاركوا أساسيين أو بودلاء في اللقاءات الرسمية السابقة وأوضح أن الجيل الحالي من أعضاء فريق الإسماعيلي لا يستحقون النقد الجارح في مواقع التواصل الاجتماعي ولابد من مساندتهم ولدي ثقة أن تتحسن نتائجهم في ظل القيادة الفنية الجديدة تحت إشراف أحمد حسام ميدو وأكد أن لقاء الزمالك صعب وليس سهل لكن أحمد حسام ميدو يراهن على سلاح الروح القتالية في شحز همم اللاعبين بجانب التوجهات الفنية التي يلقنها لهم وتعاهد لاعب الإسماعيلي في جلستهم مع المسؤولين بالنادي ومدربهم الجديد أحمد حسام ميدو بزل قصاري جهدهم لتقديم عرض قروي مشرف في موجهتهم المهمة مع الزمالك ترجمة نانسي قنقر